أحمد الآن تحركت حاملة الطائرات يو اس اس جورج اتش دابليو بوش يرافقها طرادات مزودة بصواريخ موجهة هل هذا يعني أن خيار الضربات الجوية محسوم ومحسوم عبر حاملة الطائرات؟ حتى الآن لا يوجد أي تأكيدات من جانب البيت الأبيض إذا كان سيقوم الرئيس أوباما باتخاذ هذا القرار ولكن تحريك حاملة الطائرات للتواجد في الخليج هي التي تعطي الرئيس أوباما الأرضية لاتخاذ هذا القرار لو قرر الرئيس أوباما خلال عطلة هذا الأسبوع متواجد في كاليفورنيا في الساحل الغربي ويتابع الموقف عن طريق فريقه المختص بشؤون الأمن القومي نعم طيب يعني في حال حسمت يعني واضح أن الأمور متجهة في الواقع إلى الضربات الجوية لأنه يعني في المرحلة الحالية هل لدى واشنطن خيارات أخرى غير الضربات الجوية؟ وجود قوات على الأرض مستبعت في الوقت الحالي وكما أعلن رئيس أوباما بالأمس أنه لا توجد نية لإرسال قوات برية يجب أن نتذكر أن الولايات المتحدة استثمرت الكثير من الأموال في تدريب قوات الجيش العراقي ورأينا كيف كان أداءهم لوجود المشاكل المحاطة بتشكيل هذا الجيش في المقام الأول سياسات رئيس الوزراء الملكي في العراق التي حصرت الدولة تقريبا في إطار الشيعة وحيادت جميع التواقف الأخرى نتذكر المعارضين السياسيين اللي تم تلفيق قضايا إليهم والوصول في بعض الحالات إلى الحكم بالإعدام على بعضهم يوجد الكثير من العمل يجب أن يقوم به رئيس الوزراء الملكي واشنطن ماذا يمكن أن تقدم للملكي أو ماذا يمكن أن تقدم لهذه القوات العراقية التي دربتها في السابق لكنها انهارت بسرعة خيالية في الواقع في الموصل وفي نينوى مصادري في داخل العراق بتؤكد أن الجيش العراقي بتشكيله الحالي لم يسمح للتواقف الأخرى بالانضمام والتراقي في صفوفه كان يوجد حالات فساد كثيرة حتى ليتم تعيينهم في هذه القوات في هذا الجيش عن طريق تقديم الرشاوي وعن طريق القيام بعمليات تقديم خدمات إلى العشائر المرتبطة بالنظام هنا المشاكل الداخلية هي التي يجب التركيز علي الولايات المتحدة بكل تأكيد تستطيع أن تقدم ضربات جوية مركزة على ما أعتقد أنه تم استخدام طائرات الدرون المنجهة بدون طيار لجمع معلومات استخباراتية حول تواجد قوات أو ميليشيات داعش حتى إذا تم اتخاذ القرار رئيس أوباما تكون القوات الجوية الأمريكية في حالة الأهبة الكاملة للقيام بعمليات جراحية لنفترض أن الرئيس الأمريكي بارك أماما اتخذ قرار توجيه ضربات جوية هل فعالية هكذا ضربات في الحلقة العراقية يعني مؤكدة هل هذه الضربات فعلا ستغير مجرى الأمور ربما لن تستطيع أن تحسمها حسم نهائي في النهاية يعني في الخبراء العلوم الأسكرية يقولون الطيران يستطيع أن يدك القوى المقابلة ولكنه لن يستطيع أن يكسب المعركة المعركة سيتم الفوز بها إذا ما تبقى من الجيش العراقي إذا كان لديه القوى أنه يقوم بهذه العمليات ممكن أن نرى تغير على الأرض ولكن أنا أحب أن أنوه أن الحالة والسقوط كما وصفتيه الغير مسبوك للجيش العراقي يضع علامات استفهام كثيرة في عقول المخططين في داخل البنتاجون الرئيس أوباما عرض في عالم 2011 على رئيس الوزراء الملكي توقيع اتفاقية الأمن والتعاون ورفضها الملكي ولكن الولايات المتحدة لم تتخلى عن دورها في دعم بالتسليح وتدريب القوات العراقية الذين تركوا السلاح والزخيرة والمعدات خلفهم بدون إطلاق طلقة واحدة نعم أشكرك أحمد فتحي المحلل السياسي المختص بالشؤون الدولية كنت معنا من نيويورك شكرا لك